كنفيرت the decimal number 431 2 binary كنفيرت the decimal number 431 2 binary نبدأ كده مع بعض فالرقم من 431 واحد وتلاتين decimal number يعني للبيز عشرة وعايزين نحوله لي binary binary يعني للبيز اتنين طيب هنحوله هنبدأ رقم ايه هنحوله بشكل مباشر طيب احنا لما بنعوز نحول من decimal لبينري نبص كده على الجابهل بتاعنا وبنستخدم انهي طريقة طيب اول حاجة دي من decimal لأي base r system واحنا عندنا الرقم من decimal وعايزين نحوله لي binary يبقى الطريقة دي تنفع اللي هو من base 10 لأني base r فحنا عايزين نحوله الرقم بتساوي اتنين او لبينري طيب هنستخدم الطريقة دي الطريقة دي هي ايه اللي هي بنقسم الرقم كل شوية على r او على البيز اللي هو هالتنين يعني نفضل نقسم كل شوية رقم على الاتنين زي الاجزامبل ده وبعدين نشوف الريمندر طيب تعالي كان حلو مع بعض يبقى انا عندي البيز اللي انا عايز احوله اللي هو بينري بيساوي اتنين يبقى والر بتساوي اتنين انا كل مرة اقسم الرقم على اتنين طيب نمسك كده ال 431 وهنقسمها كل مرة على الاتنين طيب لما اقسمها على الاتنين هتديني كام ال 431 على الاتنين فيها اا ميتين وخمستاشر وهيتبقى واحد او فيه رمندر بواحد ماشي بعدك ارجع اقسم ال 215 تاني على الاتنين 215 على الاتنين فيها مية وتمانية او مية وسبعة وبرضو هيبقى عندي رمندر بواحد نكتب الواحد هنا وبعدين لما هنقسم المية وسبعة على الاتنين هتديني مية او هتديني اا 53 53 مزبوط وهيبقى لرمندر برضو واحد بعدين هنقسم ال 53 على الاتنين 53 على الاتنين فيها 26 ماشي وهيبقى لي رمندر واحد او بقى الاسم يعني بواحد بعدك هنقسم ال 26 على الاتنين 26 على الاتنين فيها 13 والمراضي رمندر بسفر نقسم ال 13 على الاتنين 13 على الاتنين فيها ال 6 ورمندر 1 يبقى 6 ورمندر 1 نقسم ال 6 على ال 2 هيبقى فيها ال 3 والرمندر 0 التلاتة نقسمها على ال 2 فيها ال ال 1 والرمندر 1 فيها ال 1 سوريفها ال 1 والرمندر 1 بعد كده الواحد بنقسمه على الواحد او واحد بنقسمه على الاتنين يبقى النتج الاسمه سفر والرمندر واحد طيب بعد كده بنعمل ايه بناخد الرقم كده من فوق لتحت او خلينا ناخده ايه خلينا ناخده من تحت الفوق بالشكل ده يعني نكتبه كده بالترتيب الرقم بايناري نبدأ من تحت واحد واحد سفر واحد بعد كده سفر واحد واحد وبعد كده واحد تمام يبقى ده كده الرقم للبيز توهيب اربعمية واحد وتلاتين او كان الرقم كان كام كان اربعمية واحد وتلاتين اه للبيز عشرة تحولته للبيز اثنين بالشكل ده طيب دي كانت الترية الاولى اللي هو هنحولها من ديسيمال لبايناري بشكل مباشر طيب بعد كده رقم بيقول لي بقى حوله الاول لهكس الديسيمال ومن هكس الديسيمال لبايناري يعني من البيز عشرة للبيز ستاشر طيب برضو هنستخدم نفس طريقة الاسمة بس المرادي الارب كامل ارب ستاشر يعني هنقسم كل مرة على ستاشر مش هنقسم على اثنين تمام يعني هنعمل على ما كده وكل مرة خلي بلاك هنقسم على ستاشر هنقسم الاربعمية واحد وتلاتين على الستاشر طيب اول حاجة تعال نقسم الاربعمية واحد وتلاتين على الستاشر لما تيجي تقسم الاربعمية واحد وتلاتين على الستاشر على الالة طيب هيديك ستة وعشرين وباقي الاسمة هيبقى بكام باقي الاسمة هيبقى خمستاشر ليه لان ستاشر في ستة وعشر زائد ومعرفتك تحسبها على الالة او تنتج باقي الاسمه ممكن تستخدم كسر يعني خلنا نحسبها مع بعض على الالة انا عندي هنا على الايبات على نستخدمها يعني نستخدم الالة دي طيب دلوقتي احنا عايزين نقول ايه عايزين نقول اربعمية واحد وثلاثين على الستاشر فيها الكام هي فيها ستة وعشرين وفيه عندي كسر بوينت تسعة تلاتة سبعة خمسة. هنعمل ايه? هناخد البيونت تسعة تلاتة سبعة خمسة دي. يعني خليناك هنكتب. احنا عندنا هنا ستة وعشرين نتج الاسمة ستة وعشرين عادي فهنكتب ستة وعشرين هنا. طيب وبقي الاسم هنحسبه ازاي؟ بقي الاسم هناخد الكاسر اللي هو بوينت تسعة اللي ظهر لنا على الا الا ده اللي هو كان كان آآ اللي هو بوينت تسعة تلاتة سبعة خمسة تلاتة ونضربه في ستة عشر. لما تضربه في ستة عشر هيديك تعالك نضربه في ستة عشر. سوري. لما تضرب الرقم ده في ستة عشر اللي هو بوينت تسعة تلاتة سبعة خمسة في ستة عشر هيديك خمستاشر هيديك برضو باقي الاسم او ممكن برضو فيه طريقة تلتة مش عارف دي موجودة في الالات اللي معاك ولا لأ اللي انت ممكن تقول ربعمية واحد وتلاتين والدوس الفا موضلس دي كده هيجيب لك الموضلس على الستة عشر هتحسبها برضو هيديك خمستاشر يعني كانت الطريقة آآ كله هيطلع معاك بنفس الحاجة طيب نكمل طيب يبقى آآ استنتجنا من هنا ان نبقى الاسم بي خمستاشر تمام طيب خمستاشر دي اللي هي بتكافئ ايه في الهاكسة دسمال طبعا الهاكسة دسمال للخمسة دي بتكافئ احرف الاف باش نفع نكتبها خمسة دسمال بقى نكتبها اف على طول تمام احنا برضو عارفين ان ارقام الهاكسة دسمال من اول سفر لحد تسعة وبعكاب نعد من اول ايه لحد اف طيب يبقى باقي الاسم هنا او الريماندر باف بعد كان نرجع نقسم الستة وعشرين على الستاشر تاني طيب ستة وعشرين على الستاشر فيها الكام اكيد فيها الواحد لان الستة وعشرين دي بتساوي ستاشر زائد كام زائد عشرة يبقى ناتج الاسم بواحد ستة وعشرين على الستاشر فيها الواحد وهيتبقى لنا عشرة اللي هي حرف اي او الريماندر هنا بيه تمام زي ما قلنا انا برضو عايز اوضح الحتة دي الوقت الستة وعشرين على الستاشر يا فهد كان فيها ستاشر على الستاشر لس عشرة على الستاشر ستاشر على ستاشر فيها الواحد يبقى ناتج الاسم بواحد و بقى الاسمة اللي هو العشرة اللي ع الصتاشر دي والعشرة في الهيكس ده اسمه المكافئة الحارف الآي طيب بعد ك hydro نرجع نقسم الصتاشر دي اولا نقسم الواحد ده على الصتاشر واحد ع الصتاشر طبعا نسج الاسمة هنا بسفر و الريميندر هو الواحد نفسه و بقى الاسمة اللي هو واحد نفسه طيب و زي ما قلنا بنكتب بقى من فوق لتحت بالترتيب كده ما تنساش الترتيب ده بنكتب الK في الهي الف الاول وبعد كده الآي وبعد كده الواحد طيب كده احنا حولنا الرقم من decimal لhex decimal حولنا الرقم من decimal لhex decimal يعني دلوقتي احنا استنتجنا ان 431 للبيز 10 بتكافئ 1 E F للبيز 16 بعد كده نعمل يبقى زي ما هو قالنا بعد ما تحولوا من decimal لhex decimal حولوا بعد كده من hex decimal لبينري طيب طبعا التحويل من hex decimal لبينري سهل جدا دلوقتي خلينا نكتب الرقم تاني احنا عندنا 1 E F للبيز 16 طيب تحول لبينري احنا لما بنحول من اي base R system لبينري يعني القواعد اللي هنا دي او الجدول ده او العمود الثالث من الجدول ده لما بنحوز نحول من بينري لأي base R system ولما بنحوز نحول برضو من اي base R system لبينري تمام يعني التحويل من بينري الى اي رقع الى اي base R ومن اي base R لبينري طيب بنعمل اي بنستخدم الجدول ده المفروض نكون حفظينه يعني احنا عارفين كل رقم بينري بيكافئ كل رقم كام hex decimal احنا بالتحديث هنستخدم العمود ده اللي هو بتاع البينري والعمود ده بتاع الهكسة دسمال تمام طيب نبص على الجدول ده طيب احنا ال F ده ال F ده بيكافئ كام بيكافئ رقم كام ال F ده بيكافئ الاربع وحيد لو بصينا هناك هللاقي ال F بيكافئ في البينري ال F في الهكسة دسمال بيكافئ في بينري 4 وحيد بقى ده هنحوله لي 4 وحيد بعد كده ال A ال A في الهكسة دسمال بيكافئ في البينري 0 1 0 1 زي ما قلت مفروض تكون حافظ الجدول ده عشان هي سهل عليك كتير جدا 0 1 0 1 بعد كده ال 1 الواحد يكافئ في البیناري واحد سفر 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 هذا بال etcetera طبعا هتلاحظ أن هذا الرقم هو نفسه الرقم الإحنا وصلناه ال� devastated الفور صحيح هنا كما هذه العملات موجود عليه أسس moeten يقومن باستغشون الشاخة واحد 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 يعني هنا جيدا حوال واحد بعد كده 0 1 0 1 0 1 بعد كده 1 تمام تمام يبقى هو ده نفسه الرقم برضه اللي احنا كرقم بينر هو نفسه الرقم اللي احنا وصلنا له هنا اللي هو 1 1 1 0 1 بعد كده 1 0 0 تمام طيب احنا كده حولنا الرقم بطريقتين كده احنا حلللنا مسألة 1 بوين 8 شكراً لكم